بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله أيها الطلاب الأفاضل صباح الخير أو طبعا مساء الخير لأن بعض الناس في الصباح وبعض الناس في المساء كنا في الوحدة في دورة اللغة العربية مع كتاب العربي بين يديك وصلنا إلى الوحدة السابعة الوحدة السابعة الدراسة هيا بنا إلى الدرس الأول الحوار الأول بين غانم وغالب انظر إلى اللوحة اقرأ الجدول الدراسي الدراسة خمسة أيام في الأسبوع نعم يوم السبت ويوم الأحد ويوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء العطلة يوم الخميس ويوم الجمعة اكتب المواد الدراسية الثقافة الإسلامية واللغة العربية والرياضيات والعلوم والحاسوب متى تبدأ الاختبارات في شهر شعبان ومتى ينتهي العام الدراسي ومتى ينتهي العام الدراسي في شهر رمضان العطلة ثلاثة أشهر الحمد لله العطلة طويلة بدأت الحصة وجاء المعلم هيا بنا إلى الصف هيا بنا طيب انظر إلى اللوحة 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 وحالي لها بورك الولج يوح والبورك مثلا لوحة الإعلانات هوي سيسكا حتى اللوحة إذا كان هناك مثلا دكان اللوحة اللوحة التي فيها اسم الدكان أو اسم المحل ما؟ طبعا؟ دكانك مجيسكا اللوحة مركا وحالي بورا والنيكرا اقرأ الجدول الدراسي الجدول الدراسي ما معنى الجدول الدراسي؟ وطيب طيب لك أم الجدول لك؟ عشر رضا الجدول الدراسي الدراسة خمسة أيامين في الأسبوع نعم يوم السبت ويوم الأحد ويوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء العطلة يوم الخميس ويوم الجمعة عطلة عطلة نهاية الأسبوع عطلة نهاية الأسبوع مثلا عطلة نهاية الأسبوع وفي أمريكا أما أسبوع عطلة نهاية الأسبوع مثلا في الصومال الخميس والجمعة وفي مثلا كينيا السبت والأحد وفي أمريكا السبت والأحد عطلة نهاية الأسبوع بالله ووكينجا مالمها فصح أسبوع يوم الخميس ويوم الجمعة اكتب المواد الدراسية اكتب المواد الدراسية مادة وماد مواد كم مادة تدرس في المدرسة أدرس ثمانية مواد أو تسعة ستة مواد مواد ثمانية مادة مواد اكتب المواد الدراسية الثقافة الإسلامية وضعا كإسلام كاما التربية الإسلامية وكاله إسلام كالجر واللغة العربية والرياضيات الرياضيات بمعنى الحساب وحسابته لكن الرياضيات الرياضيات أين تذهب؟ أذهب إلى الرياضة سبورتس رياضة رياضة سبورتس لكن الرياضيات الحساب والعلوم علوم تقوده نوعا لكن ساينس بالولا العلوم العلوم مادة العلوم ساينس أدرس في كلية العلوم كلية ساينس كان لقدها أنا أدرس في كلية العلوم العلوم الحاسوب بمعنى الكمبيوتر هذا هو الحاسوب أمامي حاسوب الآن هذا هو حاسوب والحاسوب متى تبدأ الاختبارات متى تبدأ الاختبارات تبدأ الاختبارات لماذا نقول تبدأ ولا نقول يبدأ لأن تبدأ اختبارات ما مؤنثة تبدأ الاختبارات الاختبارات مؤنث متى تبدأ الاختبارات لكن اليوم متى يبدأ وين عنده تنوح عائري تبدأ تمام؟ متى تبدأ الاختبارات؟ في شهر شعبان ومتى ينتهي العام الدراسي؟ يبدأ وحكسه رجيده ينتهي ينتهي يبدأ ينتهي يبدأ ينتهي متى ينتهي العام الدراسي؟ العام الدراسي كلمة عام بمعنى سنة السنة الدراسية وسنة دكسيات أكاديميكي تمام؟ متى ينتهي العام الدراسي؟ متى ينتهي العام الدراسي؟ في شهر رمضان العطلة ثلاثة أشهر الحمد لله العطلة طويلة العطلة طويلة العطلة قصيرة طويل محكسه رجيده قصير وقاميه طويل وليل تمام؟ قصير طويل مؤنث قصيرة العطلة قصيرة العطلة طويلة قصير طويل لكن وكده أنت الصغير الصغير ويليه كبير صغير كبير المؤنث صغيرة كبيرة تمام؟ العطلة طويلة بدأت الحصة بدأت وفي الماضي بدأت الحصة وإبن الله انتهت الحصة وإذا مات لماذا مؤنث؟ لأن هذا مؤنث بدأت الحصة وجاء المعلم جاء جاء المعلم هيا بنا إلى الصف هيا بنا إلى الصف الصف وفصل قوي أين أنت؟ أنا في الصف أنا في الصف أنا في الصف في أي صف أنت؟ في أي صف أنت؟ أنا في الصف الثالث فصلك صف لا يمكن وردها هذا صف وهذا صف وهذا صف وهذا صف كما نقول الإمام ماذا يقول دائما؟ سووا صفوفكم صف صفوف تعصم هيا بنا إلى الصف أين أنت؟ أنا في الصف مالك الصف كالغامة وضع كالغامة وضع هيا بنا طيب هذه أهم المفردات انظر إلى اللوحة اقرأ الجدول الدراسي هذه المفردات اللغة العربية مواد دراسية جدول دراسي الجدول هذا هو الجدول صف الطلاب في الصف الآن الحاسوب تمام؟ الحاسوب كمبيترك لابتهم حالها المحمول حاسوب المحمول العام العلوم العلوم الرياضيات حساب الثغافة الإسلامية جاء اختبار حصة لوحة يكتب ينتهي يبدأ ينتظر سؤال كم حصة تدرس في اليوم؟ إذا أنت طالب كم حصة تدرس؟ كم يوما في الأسبوع؟ كم يوما تدرس في الأسبوع؟ طيب متى تبدأ الدراسة في جامعتك؟ ومتى تنتهي؟ طيب إذا كنت موظفا أو عاملا في شركة أو أي مكان متى تبدأ العمل؟ متى تبدأ العمل؟ طيب ومتى ينتهي العمل؟ أو متى تنتهي؟ أنت متى تنتهي من العمل؟ طيب هذه أجب عن الأسئلة باختصار أذكر جوابا كم يوما الدراسة في الأسبوع؟ متى العطلة؟ ماذا سيد سغانم؟ أكتب الجواب هنا باختصار مثلا متى تبدأ الاختبارات؟ في شهر شعبان في شهر شعبان مثال يعني باختصار أو تقول تبدأ الاختبارات في شهر شعبان إلى آخره الحوار الثاني بين ندى وإلهام ندى طالبة سورية وإلهام طالبة سعودية استمع إلى الحوار بين ندى وإلهام سلام عليكم وعليكم السلام اسمي ندى أنا سورية اسمي إلهام أنا سعودية أنا طالبة في جامعة دمشق أنا طالبة في جامعة أم القرى في أي كلية تدرسين أدرس في كلية التربية وفي أي كلية تدرسين أنت أدرس في كلية الطب سأكون مدرسة إن شاء الله سأكون طبيبة إن شاء الله اسمي ندى أنا سورية اسمي إلهام أنا سعودية قد قبرت سورية سعودية ولازمة أنا طالبة في جامعة دمشق جامعة دمشق أين جامعة دمشق في السعودية لا دمشق عاصمة سوريا عاصمة سوريا إذن جامعة دمشق في سوريا أنا طالبة في جامعة أم القرى أم القرى أين أم القرى نعم أم القرى هي مكة كما جاء في القرآن وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها أم القرى إذن مكة جامعة أم القرى في أي كلية تدرسين إذا كانت مؤنث ماذا نقول تدرسين تذهبين أنت أنت في أي كلية تدرسين أدرس في كلية التربية التربية وكلية دمعا من النمضة وحلنا هذا الرجل هذا متخصص وقلت تخصصي في التربية متخصص في التربية تمام أدرس في كلية التربية وفي أي كلية تدرسين أنت أدرس في كلية الطب أدرس في كلية الطب الطب وميلسين أختارك على الطبيب كلية الطبيب لا كلية الطب إذا كانت مؤنث أو إمرأة نقول طبيبة طبيب طبيبة لكن الكلية طب أدرس في كلية الطب سأكون مدرسة إن شاء الله إلهام ندى سأكون طبيبة إن شاء الله طيب سؤال في أي كلية تدرس أنت إذا كنت بنت إمرأة في أي كلية تدرسين أدرس كلية الهندسة أدرس في كلية الشريعة أدرس في كلية اللغة العربية أدرس في كلية الرياضيات في كلية العلوم أدرس في كلية الحاسوب كومبيتر 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 سانسة أدرس في كلية علوم الحاسوب كلية الهندسة الهندسة أدرس في كلية التمريض نارسنكا وهكذا أدرس في كلية مثلا الصحافة هكذا تمام هذه أسماء الكليات طيب الآن إلى المفردات يدرس هو يدرس كلية الطب كلية التربية هذه كلية التربية مدرسة تدريبات أجب بنعم أو لا ندى سورية صح أو خطأ صح انظر إلى الدرس إلهام سعودية صح تدرس ندى في جامعة أم القرى خطأ هكذا إذن ارجع إلى الدرس واكتب صح أو خطأ تمام إذن وصلنا إلى نهاية الدرس الأول من الوحدة السابعة الدراسة تمام ونلتقي بكم في الدرس الثاني من الوحدة السابعة الدراسة شكرا لإستماعكم سلام عليكم ترجمة نانسي قنقر